تعريب بشخصية الأغواط الحاج موسى بن حسن السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأفكر مصدر أو مرجع المعلومات الأغواط الحاج موسى بن حسن جاء من مصر واستقر بالأغواط واتخذ حمار يتوبه فسمي بأبي حمار وحدث أن توجع الأمدية فدخلها بعد مطاومة بسيطة من أهلها انتصر فيها مدفعا فظن ذايت ترامى من تراماته فاذعن له فدخل الأمدية ولما بلغ خبره الأمير أمر عامله على تلمسان البحميدي بأن يعصقها طرب وران ليشغل الفرنسيين وتوجه نحو الأمدية في ديسمبر 1834 ميلادي حيث التطى جيشه بجيش بحمر وهزمه بينما نجد تاريخ هذه المواجهة عند ابن التهام هو أفريل 1834 ميلادي وانتهى ذايت تطلعه بعزل الحاج موسى إلى أن تطلع إلى واحة الزعاطشة للمشاهدة في ثورتها وقد استشهد هناك رحمة الله عليه وبعد انتصال أمير على الأغواطي دخل الأمدية وعين عليها البورتاني خليفة له واعتقل بوشارب وإم زامول وأرسلهما أسيرين إلى معستر لأنهما سببا هذه المشاتل ذلك أنهما استقدم الحاج مواتي من فاسوان الصباح الأمدية حاتما مدة سنتين غير أنه لم يقدر على تسين شؤون المدية فاتصل بالباية أحمد لا تنه فاشل في ذايته أيضا فتان اتصالهما بالحاج موسى الأغواطي لذات الغرض يضطررين أن الحاج موسى ترت ولدين بوبط الذي هو الزامن هذا المؤلف على رأس الزاوية المدانية بالأغواط ومصطف الذي يعمل مدرسا للغة العربية بتونس في أحدى المدائس التي أنشأها التاردينالا فيدري اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنت حميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنت حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنت حميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد تمبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد